عمليات عسكرية واسعة تشنها قوات النظام على جبهتي حرست الغربية وبساتين برزة لليوم الخمسين على التوالي بمحاولة منها للتقدم والسيطرة على أحياء القابو وتشرين شمال شرق العاصمة يا أخي شوفت عينا قال لي الله ينتقم منه ما خلى شي ما ضربوا علينا والحمد لله صامدوا بإذن الله يعني شوف الفوس ديكا والدبابة والهاوين والمدفعية هاللي الله يشلوا ويشل أعوانه ويشل اللي عمي ناصره هاللي الله لا يوفقه خراب بيوت العالم شو مساوي له لسه نازل فينا سفق سفق هاللي الله لا يوفقه غاز الكلور والطائرات الحربية بالإضافة لصواريخ الأرض والقماصات الحرارية كلها أسلحة ثقيلة ونوعية استخدمها النظام في محاولاته المتكررة لكنه لم يفلح في تحقيق أهدافه ليستخدم مؤخرا كاسحات ألغام روسية تعزز قوة آلياته وتؤمن طريقهم إلى عمق الأحياء المحررة صاروخ صاروخ بيجي وقت اللي بدو يضرب الصاروخ بيجي مدمج بأفا الصاروخ بيجي خرطوم هيتعامل فيها هون وتعامل فيها بالقطاع الغربي بالغوطة الشرقية بمنطقة جوبار كمان سيضرب الصواريخ بأفاها بربيش هذا البربيش بنته ما وصل الصاروخ على الأرض ما بيفجر مباشرة يعني بعد ما يصير بالأرض ينعم يصل الأرض تقريبا ب7 ثواني إلى 8 ثواني ليفجر الصاروخ ويفجر وراء حبل التين تين حبل التين تين هات بفتح له طريق يعني شفي ردام شفي رقام شفي عنده مباشرة يفتح طريق الآليات حتى تفوت الآليات اللي عمنا لجوها وبنفس الوقت يعني دمار الصاروخ دمار هائل منه الصاروخ هادي شن حملات اعتقال لشباب في المناطق التي خضعت للمصالحات كالتل وقدسية وزجهم في المعارك قاعدة يرتكز عليها النظام بعد الخسائر الفادحة التي يتكبدها يوميا على مختلف الجبهات محاولات يومية لقوات النظام للتقدم والسيطرة على جبهات الأحياء الشرقية للعاصمة دمشق مدعومة بمئات الصواريخ والغارات إلا أن كتائب الثوار تحافظ على مواقعها وتفشل تلك المحاولات موقعة عددا من عناصر النظام بين قتيل وأسير محمد معاذ أوريانت نيوز دمشق